اتمنى ان كل شي اوكي لانه مو كل شي اوكي لانه كيف معطل وميت من العرق لكن ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محابكم مجددا في فايت فا لايف اللعبة اللي عملها باسمه شاري من سعودي جي ان الله علم كم يوم اخذ فيها بس اللي فتق احد كلام انا و اللعبة فيها اشياء كثيرة تحتاج تعديل بلاك في نفس الوقت فيه تقدم كثير من قارنتها باول اصلاع لها فمثلا مثلا مثلا انا كل الكلام بقوله ده انتقادا للتحسين ومش انتقادا لللعبة مثلا مثلا اول شي ازعجلي في المينيوز اني ما بيحبة تكزيت ولو ابغط اسكيب ما انا يعمل تكزيت الحمدلله اني يمديك تعملها وندوفو وتقد تقفلها بس استل استل افضل يكون حبة تكزيت الآبشنز جميلة اللهم انتبهنا انه ما في اي اختيار للصوت لان اللبن ما فيها صوت اوكي ان شاء الله العاب الجديد الحق اوكي الفلسكرين ما يتشيك لو تطلع الفلسكرين بلت انتر ما يشيل الشاك اوكي 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 للي عندهم مشاكل في النظر لانه ممكن يصيرهم غثيان عالي جدا اذا كان الفلسكرين مش مناسب لعينهم فمعظم اللي يلعبون الالعاب الفرس برس برس شوتر يطلبون المؤشر له فاذا انتم مطورين الالعاب وبودكم سروا فرس برس برس شوتر عاولوا تعملون الف او في لا ممكنكم الشعب الغريبة مش في داخل الجيم بره الجيم فما يمديك تختاره بره بداخل الجيم والقائمة بسيطة هنا which is not a big deal وممكن يختصر فاس صفحات بصفحة واحدة الى مدى يعمل التصميم بشكل افضل ولا كمية هنا المشكلة المشكلة اللي ما تعجبني ان لما تدخل الصفحة ما يمديك ترجع القائمة يمديك فقط تطلع بره القائمة وتدخل من جديد فلو دخلت الباي بالغلط او شعرته وتابه ترجع للأبغريد لازم تطلع وتدخل للشوب وترجع فهذا الشي ممكن يتعدل الشي الثاني هو شي جميل انه حاطف والد ممكن يضيع اسلحة واجد اكثر بس الاختيار الاسلحة من القائمة اللي شوي مزعج لو في رموز الاسلحة اللي عندك باللسطة هنا يكون واجد افضل ولكن مجددا انا عمد بتفهم الوقت لو احد تهو بتعلم العاب جديدة لازم في تطور في مراحلة او عملها زي كده مو لهناك ممكن يجرب يعملها طيقة ثانية وشي جميل انه قائمة انه يمديك تختار القائمة دي وتختار كل اسلح اللي عندك ولكن اختيارهم زي كده شوي بسرعة 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 ما تقدر تغير السلاح الرئيسي يمكن عنده فنية ان يعمل السلاحة الرئيسية غير السلاحة الجانبية والاسلحة ما يمدي تغييره في السلاحين رجعنا للموضع تقنيكم فخلينا نجرب سلاح سلاح ونراويكم الوضع فالجعيم من ناحية الرسومية ما عندي مشكلة فيه هو ذكر الموضوع انه الاسد مستخدم منهم بس كلعبة في اندي الف مليون نقطة للعبة وشي جميل جدا انه فيه نظام هيتشوت يعني مستخدم من الشي لانه متعود على العب الريترو والعب الريترو نادرا ما يصبح فيه هيتشوت هيتشوت كان تطوع عظيم في الفرس بيسر شوتر العب القديم في التسعينات ما فيه كلام هيتشوت في كده الشيان مستخدم منه مكان الحين العالم الى اللعبة ما فيه هيتشوت شي بيكون غريب انه ما فيه هيتشوت ولكن الشي جميلة لو اطلق على الجسد ما يموت على بول يمكن لو يقدر يطور بعدين النظام ويخلي انه اطلق في الرجل حتى اضعف انه اطلق في الصدر ولكن مشكلة انه لعبة سيرفايرور ولكن كان عادو كان خلفك وش دراك انه خلفك يمكن هذي تزيد من الغرر شوي بس كلعبة سيرفايرور تبني تقطي لعب اكثر من مجال نظر خصيصا انه اللف شوي صعب انه ما اعتقد شفت تخليك تسرع فهالي سرع دي القصوى والمسخرة مون بسهنة انه ما يمدين اقلب السلاح بالماوس فلازع قصب الافنين عشان غيي السلاح والاسلحة الثانية ابطم المسدس والمسدس والمسدس فما يمدينك تمشي بسرعة وعندك سلاح ابطم المسدس فتقريبا المسدس الرشاشة مفضى سلاحه في الجام ليه؟ لان الاسنايبر هاده ما يخق الطلاقات واش فاعدة الاسنايبر 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 اتاكد لم أن تقني أختب اللي حد اللي حاول تختبهم أكثر مرة والازوم بالطاعون ينبارك تقعد تعمل فالسنافر ليس مجموعة فوش فعدة السلاح تدفع علي خمسة الاف عشان ما تستخدم اصلا يعني ابضاء يمكن المجموعة ترصاصل فيه اكثر على السبب الوحيد خلني نحاول نعمل ملتي هد شات سي ما خاق العداء لذلك خليم يقتلوني ونجرب سلاح ثاني لدخل الشاب ونجرب البازوقة اللي البازوقة اوكي البازوقة صرفت عليها ما دي كم سبعة الاف من اسمين خمسة الاف لا اتذكر بس البازوقة تتوقع ان من بعيد يعني بتقدر تطلق الصاروخ وتجعلت من العداء صح؟ اوه يجب ان يجب ان يكون نجرب هوني لاحظة هوني افتحان وقام الافتحان الافتحان مسحة الافتحان وحشب الافتحان انا ام ام الله صل رصاص انها مستخدم لماذا عندي سلاح سي كده؟ لذا هذا ليس سعيد ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ماذا المانع؟ اني خليني اضل في الزاوية هنا واصوفهم على راحتي وقليني يستنم ماذا يجون الي؟ الاعداء ما يجوا من الحواب فقط يصير راندوم لهم فافضل طريقا لما حاولت اني يلعبكم في النص دام يحوطوني الزومبلوس خيقتهم بسرعة فاخدت مكان افضل مندي اخدت مكان ما في مباني في واحدة من الزاوية وظليت استنم كده ويجون الي ولما يكثر ونطلع الرشاش ورشي الام اللي جابتهم فهذا الشي اللي خلى اللعبة يعني ما اطيت اللعب سبب اني ما ياخد استراتيجية رخيصة زي كده اني يستني الزل ويفز يقضى اني ما راحت في الزاوية الزومبيز ما يمليك تعرفهم بالصوت وما عندك هدف ثاني غير انك تستنيهم زي كده هذا عالق لو عندي الـ AK كان قدرت اصيدي بان انا في زوم هذا السلاح ما في زوم ما احتمال ما غيال كاميرا مع السلاح ما طوره انا اعطيت في دخير اصي Έخد السلاح في الجيل افضل السلاح بين لساع تلك البال في 500 فمشكلة في الـ الوزنية يعني ما عمل شفت العداء ييطيحون ايتم دخيرة شفتم يطيحون الصف وشيلد بكفرة بس ما عمل شفت شغيل كده يمكن فكرة الشجرة المشكلة في البداية كان ممكن تنفع لانه بتجبر اللاعب النية ويحمي عن المكان بعضهم يستهدفوا الشجر وبعضهم يستهدفوا إلا ما شاء فوق يستهدفوا الشجر من جديد بس المشكلة الشجر ممكن ما تناصب مباني الحضاريه الشيء الثاني بيعلق عليه القوي الـ UI مره يعني بيسيك وهذا الشي متوقع إذا تستهدفوا سريع أن يكون عندك في البداية الـ user interface مره ممكن كل هذا تختصه برموز بسيطة مثلا مثلا كلمة الـ coins ما تحتاجه تقدر تحدثه ويصير رقم تقدر تخليه لونه أصفر عشان يرمز لنا فلوس رقم المئة بالمئة في محدد الطاقة ما تحتاجه ليه؟ لأن هذا المحدد ما يمدين أي شيء بالماوس يمكن لو أخذها الـ game لأن المئة بالمئة في فوق لأن المئة بالمئة في فوق الطاقة دي ممكن تأخذ رقم المئة وتحطه في داخل مربع الطاقة يعني لو نرمزك هنا أنا مربع الطاقة لحقك يا ليلة لا أعرف حتى أعمل رسم نعم نعم ويكون رقم أبيض مثلا لون أو لون يعني واضح ويكون خط كبير صغير أو أي شيئ هذا البرنامج بيفشن لحين بعد في... إيهي صغير بطريقة تتوفر مساحة وما تحتاج تكتبها في أقام ونفصل نفس الشيء العقام مثلا الالفلوس تحطها على جم وتكتبها في الأصفر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر